الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اهلا بكم طلاب الصف الاول للسانة ومع حل التدريبات على نهضة الشعر في العصر الحديث. اه من كتابنا كتاب الاضواء بنك الاسيلة صفحة واحد وتمانين. رقم واحد بيقول كل الفترات التانية لا تمثلوا الضعف والتظاهر. ازي حل بالشعر العربي باستثناء. طبعا حكم الامويين والعباسيين دي كانت فترة قوة بالنسبة ليه الادب العربي. اه حكم الطلونيين والاخشديين كان يعني الادب الى حد ما. اه حكم الفاطميين والايوبيين تطور الادب في ايام حكم المماليك والعثمانيين. يبا احنا خدنا رقم ده. ده يعتبر اضعف مرحلة بالنسبة لي اه بالنسبة لي الادب العربي. اتنين حدد من بين البدائل سما لا تنطبق على البرودي كرائد من رواد الشعر الحديث. اه طبعا اه البرودي قام بثورة فلنية على الركاكة والركود. اه عاد بالشعر الى سابق عهده. اه عارض كبار الشعراء القدماء في مختلف العصور. لكن طبعا اني لا ينطبق عليه انه حرر الشعر من الوزن والقافية لانه التزم بوحدة الوزن وبوحدة القافية. يبا اتنين خدنا رقم دال. تحدد عاملا من العوامل التي ساعدت احمد شوقي على تطوير الشعر. اه الف الجمع بين الثقافة الاوروبية والثقافة العربية. الخروج من العالم المادي الى العالم المثالي وترك الواقعية. اختيار البساطة مقابل الكلمات المنعقدة. تحطيم القيود والسمات القديمة والميل للتجديد واستخدام قواعد فنية جديدة. هو من اللي ساعدت عحمد شوقي على تطوير الشعر العربي. هي اه الجمع بين الثقافة الاوروبية والثقافة العربية. يبا تلا تخدنا رقم الف. اربعة اه اي من السمات الاتية يرجح ان يكون سمى من سمات الشعر عند البارودي. كسرة المحسنات. ولا ركاكة الالفاظ يعني انه هو بيستخدم الفاظ اه ضعيفة. تعقيد القيان ولا رصانة العبارة. طبعا اه اه اللي يرجح ان يكون سمى من سمات شعر البارودي. رصانة العبارة. وهو انه يستخدم الفاظ عربية اه عربية اه صحيحة. ويتحدث اللغة العربية الفصح. اه خمسة خصيصة من قصائص البارودي وتلاميذ تقوم على ان يكتبوا قصائد على نفس وزن وقفية شعر سابق من باب المنافسة. اه بما سميت هذه الخصيصة. طبعا هذه الخصيصة تسمى المعارضة. وهي ان يكتب شعر قصيدة على نفس وزن وقفية شعر سابق من باب المنافسة. اما المساجلات دي العصر الجاهلي. ودي طبعا كان بيدور فيها اه صراع بين شعراء المسلمين وبين شعراء الشرك. المنافسة والموازنة. طبعا الموازنة ان انت بتوازن بين شعرين. يب احنا بناخد اه المعارضة. المدرسة الكلاسيكية تميزت بانتشار شعر المعارضة. وهي ان في شعر يقول قصائد على نفس وزن وقفية شعر سابق من باب المنافسة. في التحدد من بين البدائل التالية المدرسة التي اسسها تلاميذ البارودي. طبعا المدرسة اللي اسسها تلاميذ البارودي هي المدرسة الكلاسيكية. يبس يتخذنا رقم الف. ما تنفعش لا الدوان ولا ابول ولا المهاجر. سبعة. اي العوامل الاتية لا يرجح ان يكون عاملا من العوامل التي ساعدت تلاميذ البرودة على التطوير. الامام بالتغيير. ده عامل من العوامل لساعدت تلاميذ البرودة على التطوير. الخوف على التراث. عمق النضال الوطني. طبعا الناس لا يرجع ان يكون سبب هو رفضه من الثقافة الغربية. طبعا ما فيش رفض دليل الثقافة الغربية والدليل ان احمد شوشة يجمع بين الثقافة الغربية والثقافة العربية. يبس سبعة خدنا رقم جيم. من تلاميذ مدرسة البارودي التي بعثت الشعر العربي من مرقضه. طبعا فاروق شوشة. ده شعر من شعراء العصر الحديث. اه محمود حسن اسماعيل طبعا لا. ابراهيم ناجي اسماعيل صبري. اه احنا كده من تلاميذ مدرسة البارودي. كلها طبعا من تلاميذ مدرسة البارودي في مصر. عندنا اه احمد شوقي حافظ ابراهيم. اه عندي اه عندي اه 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 اسماعيل صبري. اه عائشة تيمورية. كل دول تلاميذ اه مصر. او تلاميذ مدرسة البرودي في مصر. رقم تسعة حدد مما يلي رائد المدرسة الكلاسيكية. طبعا رائد المدرسة الكلاسيكية هو امير الشعراء احمد شوقي. اه احمد محرم. ده ما نقول عليه رائد الشعر الملحمي. اه اه خليل مطران شاكيب ارسلاني. احنا خدنا احمد شوقي. عشرة من مظاهر التطور عند اه احمد شوقي. هل هي العدول عن المديح الى التاريخ ولا كثرة المحسنات ولا تعقيد الخيال ولا تراسل الحواس. طبعا العدول عن المديح الى التاريخ. ده من مظاهر التطور عند احمد اه احمد شوقي. يبقى عشرة خدنا رقم. هداشر صفحة تمانين. الاسئلة التطبيقية. يقول احمد شوقي. رزق الله اهل باريس خيرا. وارى العقل خير ما رزقوه. طبعا هنا بيتحدث عن اهل باريس. استنتج من البيت السابق عاملا من العوامل اللي ساعدت شوق على النهوض بالشعر. اختلاطه بالاجانب بمعرفة الثقافات الغربية. اه تأثره بفكر النضال والكفاح ضد المستعمر الاجنبي البريطاني. امان بفكرة الجامعة الاسلامية لمواجهة الاحتلال. تأثره الشديد ببعض الحوادث ومنها حالس الدين شوية والتنديد بالاحتلال. طبعا هنا اللي هو ايه هناخد هنقول اه اختلاطه بالاجانب ومعرفتين الثقافة الغربية. طبعا دي الحاجات اللي ساعدت احمد شوق على النهوض بالشعر. يبا اه واحد واحد خدنا رقم قلب. اه اتنين يقول الشاعر حافظ ابراهيم تعمدت قتلي في الهوى وتعمده فما اثمت عيني ولا لحظة اعتدى. طبعا هذه القصيدة قالها في متح اه البرودي. حدد من البيت السابق مظهر من مظاهر تقليد تلاميذ البرودي للقديم. هل التحرر من الوزن? طبعا نا. اه البدء بالغزل. العدول عن المديح والاتجاه الى التاريخ. الانفتاع على الثقافة الاجنبية. طبعا البدء بالغزل. اه من مظاهر تقليد تلاميذ البرودي للقدماء. البدء بالغزل. ثلاثة يقول احمد الشوق وسفين طورا تلوح وحينا يتولى اشباحهن الخفاء. زلات في سيرها صاعدات. كالهوادي يهزهن الحداء. اه استنتج من البيتين السابقين مظهر من مظاهر التطوير عند شوقي. اه وصف المقترعات الحديثة. الميلة الى التاريخ. البدء بالحكمة. البدء بغرض القصيدة. طبعا وصف المقترعات الحديثة. لانه بيصف هنا السفينة. ثلاثة خدنا رقم الف ثلاثة. اربعة يقول حافظ ابراهيم على لسان مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي. استنتج من البيت السابق مظهر من مظاهر التجديد عند ده الشاعر. البدء بغرض القصيدة. اتجه بالشاعر اتجاها اسلاميا الميلة الى التاريخ. الاقز من التراز. طبعا البدء بغرض القصيدة مباشرة. يعني لم يسر على عادة القدماء. ويبدأ بالغزل ولكن بدأ بالغرض بغرض القصيدة مباشرة. خدنا رقم الف. خمسة يقول حافظ ابراهيم على لسان اللغة العربية. ان البحر في احشائه الضر كامن. فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي. استنتج من البيت السابق عاملة من العوامل لساعد التلاميذ البرودة على تطوير اتجاههم. حب اللغة العربية والحرص على بقائها. التأثر بالشعر الفرنسي. التمسك بالتراز. الحرص على التقيد بالقديم. طبعا هنا البيت ده بيدل على. هنا طبعا بيتكلم عن اللغة العربية. وتتحدث وتقول انها مليئة بالاسرار وملئة بالالفاظ وملئة بالضرر. التي تحتاج الى الباحثين الذين ينقبون عنها. هنا هنأخذ حب اللغة العربية والحرص على بقائها. خمسة اخذنا رقم الف. ستة يقول اسماعيل صبري. رقم ستة يقول اسماعيل صبري. معشر القبط يا بني مصر في السراء. وقد كنتم في الضراء. قد فقدنا منا ومنكم كبيرا كان بالامس زينة زينة الكبراء. طبعا هنا احمد اسماعيل صبري يوجه حديثه الى مسيحي مصر. وطبعا ده بيدعوهم الى الوحدة الوطنية والترابط الوطني. الثلاثة وتمانين بيقول استنتج من البيتين ملمحا من الملامح التي شغلت بال شعراء الاحياء والبعث اهتموا بالنحية البيانية. الوحدة الوطنية والتمازج بين عنصريها نوعوا في اغراضهم الاطلاع على الاداب الفرنسية. طبعا من القضايا التي شغلت شعراء الاحياء والبعث هي الوحدة الوطنية والترابط بين عنصري الامة. يبسي اتخذنا رقم باء. سبع يقول شوقي جن على حرم السماء اغاره. انفتية ركب الجناحة فطاره. من كل اهواج في الرياح عنانه. هوج الرياح وسرجه الاعصار. يبدو في البيت احد ظاهر التجديد في شعر شوقي حدده تصوير المقترعات الحديثة. علاج مشكلات المجتمع. التعبير عن روح العصر. تحرير الشعر من وحدة القافية. طبعا تصوير المقترعات الحديثة حيث انه يصور الطائرة وكيف يقودها الطيار بمهارة ودقة. تمانية. يقول شوقي هم ادركوا عزة النبوة وانتهت فيها اليك العزة عصاءه. خلقت لبيتك وهو مخلوق لها. ان العظائم كفؤها العظماء. حدد من البيتين من محن من ملامح الشعر عند شوقي. هنا اتجى في بعض شعره اتجاها اسلاميا. تصوير المقترعات الحديثة. التعبير عن روح العصر. الاطلاع على الاداب الفرنسية. طبعا اتجى في بعض شعره اتجاها اسلاميا. قليل اذكر مظهر من مظاهر التجديد عند تلاميذ البرودي. طبعا من مظاهر التجديد عند تلاميذ البرودي. التخلي عن المقدمات والتطوير في الموضوعات. ان هو تحدث عن موضوعات جديدة وربطها بمضمون العصر. اذكر امرين من الامور التي التزم بها البرودي لكي ينهض بشعره. طبعا انتزم بمتانة الاسلوب. متانة الاسلوب. وانت العبارة. ورصانة العبارة. وجزالة التركيب. مظهر من مظاهر التطوير في شعر شوقي. نقول كده. عدل من المديحي الى التاريخ. عدل من المديحي الى التاريخ. صف المقترعات الحديثة. رقم اربعة كيف هو اما اصحاب المدرسة الكلاسيكية بين الاخذ من التراس والعصر الذي يعيشون فيه. هنقول كده. استمدوا الشكل من القديم حيث انه ملتزموا بوحدة الوزن والقافية. وعالجوا مشكلات مجتمعهم. ربطوا المضمون بالذات واحداث العصر. ربطوا المضمون بالذات واحداث العصر. خمسة ما اسباب ضعف الحياة الادبية في العهدين المملوك والعثماني. طبعا هنا ازباب ازباب الضعف. لان اللغة التركية حلت محل اللغة العربية اهمال التعليم. اهمال التعليم. حيث اصبح التعليم قاصرا على الكتاتيب فقط. طبعا بالاضافة الى ان اللغة العربية ان اللغة العربية تكاد تكون اختفت مقابل اللغة التركية. ستة هناك عدة عوامل سعادة تلميذ البرودة على تطوير اتجاهه. وضح بعضها. طبعا نحن نقول اول حاجة الايمان بالتغيير والتطوير. حب اللغة العربية والخوف على التراث الادبي المجيد. ده العوامل لسعادة تلميذ البرودة على تطوير اتجاهه. رقم سبعة. ما النتاج المترتبة على ايمان تلميذ البرودة بالتغيير والتطوير. ان اترتب على ذلك تطوير اتجاهه. تطوير اتجاهه. اه رقم اه تمانية. تكلم بجاز عن دور البرودة في النهوض بالشعر. طبعا قاما بثورة فنية. اه حققت العودة بالشعر الى سابق عهده. حققت بالشعر العودة الى سابق عهده. مظاهر تطور القصيد على يد شوقي. واحد عدل من المديحي الى التاريخ اه اتجه بشعره اتجاها اسلاميا. وصف المخترعات الحديثة. وصف المخترعات الحديثة. اه عشرة. اذكر خصيصتين من خصائص المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الشعر. طبعا الاهتمام بالناحية البيانية. الاهتمام بالناحية البيانية. اه و اه دقة الصياغة. دقة الصياغة. حد عشر اذكر العام الذي جعل شوقي قادرا على تطوير شعره. طبعا دراسته في فرنسا وتأثره بالادب وتأثره بالادب الفرنسي. عشر اذكر سببا اتاح عن الشعراء الكلاسيكية الانفتاح على الثقافة الغربية. طبعا معرفتهم باللغات الاجنبية واختلاطهم بالاجانب. بالاضافة طبعا الى الانتشار الصحافة. اتمنى ان شاء الله تكون استفادت معي. لو عجبك الفيديو اعجاب. وشارك الفيديو مع الزملائك. انتظرنا في القادم ان شاء الله.